صباح الخير يا بنات، عاملين ايه في الجو البرد ده؟ صباح الخير يا ميز، الجو برد قوي وانت مين بقى؟ جانا ولا هانا؟ انا هانا يا ميز، جانا غايبة النهاردة، مجدش المدرسة مجدش ليه؟ هي تعبانة ولا حاجة؟ ايوة يا ميز، اصلها تعبانة شوية الف السلام عليها يا حبيبتي، يلا يا بنات اللي عايز يفتر، يفتر دلوقتي قبل ما نبدأ الشرح انا مش معايا غير صندويتش واحد لو اكلته دلوقتي، مش هعرف اكل في البريك، وهبقى جعانة ايه يا هانا؟ ليه مش بتاكل زي صحبك؟ اصلها مش جعانة يا ميز، هبقى اكل في البريك اما جوع يلا يا بنات، كفاية اكل بقى كده، هنبتدي شرح الدرس يلا كل واحدة فيكم تشير اللانش بوكس بتاعتها كل البنات معاهم مصروب، بيشتروا حاجات، وانا مش معايا انا جعانة قوي وعصافير بطني متسوسوا ومش معايا غير صندويتش واحد انا هاكله وخلاص بقى، بقدم مرجع البيت وابقى تغدى مع ماما وجانا ايه يا هانا؟ انت بطلت تشتري الحاجات اللي بتحبيها ولا ايه؟ انت شكلك كده بتحوش فلوسك ايوة ايوة، انا بحيب أحوش فلوسي ومش عايزة أصرف ازيك يا ماما؟ ازيك يا جانا؟ اهلا يا هانا اهلا يا هانا، قوليلي اخدتي ايه بقى في المدرسة النهاردة؟ استني لأول، قبل ما تقولك اخدت ايه؟ اطلعي بسرعة غيري لبس المدرسة ده؟ عشان ما اتبهدلش، وعلى ايه؟ عشان اختك طبعا هتروح بيه بكرة عادر، هطلع اغيره بسرعة قوليلي بقى يا هانا، اخدتوا ايه بقى في المدرسة؟ ما اخدناش حاجات كتير، والمس عالتني عليكي، وقلت لها ان انت تعبانا وبتقولك ألف سلام عليكي، فيها الخير المس دي طيبة قوي وبتحبانك ايوة فعلا هي مس طيبة انا هقوم اعملكم الغداء يا بنات، حاجة بسيطة كده معلش مفيش لحمة ولا فراخ النهاردة، اصلهم غاليين قوي وانا مكنش معايا فلوس، هعملكم بطاطس مقلية وروز مش مشكلة يا ماما، ما اكل اي حاجة، فانا كنت جعانة جدا في المدرسة وكانت بطني مش قادرة من الجوع ليه يا هانا، مش كان معاك ساندويتش؟ ما انا اكلته يا ماما بس كنت جعانة، ده ساندويتش صغير فلاص يا حبيبتي، ان شاء الله بكرة هتصرف وبقى اعملك ساندويتشين هروح المطبخ بقى اعملكم الرزة والبطاطس يلا يا بنات، تعالوا عشان تتغدوا عادل يا ماما يلا يا بنات، كلوا واشبعوا طيب مش هتكلم معنا يا ماما لا يا حبيبي انا مش هكلم، انا هطلع ارتحف قدت شوية كده يا عادل، منك لله كده تسيبني انا وبناتك كده وتروح تتجوز علي انت حتى ما بتبعتش مصاريف للبنات معقول مش وحشينك ولا صعبانين عليك ولا تلاقيك اصلا مش فاكرهم جنة، هي ماما اكلت ولا ما اكلتش؟ هي اكلت قبلنا؟ لا، انا ما شفتهاش اكلت طيبا هعمل لها طبق ودخله لها القوضة اكيد هي جعانة وما اكلتش عشان تسيب لنا الاكل ماشي يا هانا ماما انا عملتلك طبق اكلة ها انا عارفة ان انت متغددتيش واجعانة بس انت سيب الاكلة لي انا وجانا اختي لا يا حبيبتي انا مش جعانة كلوا انتوا لا يا ماما لو ما اكلتيش مش هناكل احنا كمان طيب خلاص حاضر يا حبيبتي هاكل ربنا يخليكم لي يا بناتي وربنا يقدرني وربيكم احسن تربية ما اقول يا عادل يا ابا ما يحبش بناتو ما يسألش عليهم انا هي ليه ماما مش بتحكرنا حاجة عن بابا خالص لا نعرفه ولا نعرف حاجة عنه خالص ولا حتى نعرف شكله ولا حتى هو فين ايوة انا كل ما اسألها مش بتجاوب عليك وبتهرب من السؤال وهي طول الوقت حزينة ومهمومة اكيد هو السبب في اللي احنا فيه وهو اكيد السبب برضو في حزن ماما طول الوقت بس احنا يا جانا ما نعرفش حاجة عنه يا ترى مات ولا لسه عايش بس هو ممكن يكون عايش ونسينا كده ومش فكرنا خالص ومش بيسأل علينا انا مش هسامحه على البهدالة اللي احنا بنتبهدالها دي خلاص يا جانا ما تزعليش ان شاء الله ربنا هيعوضنا بالاحسن احنا وماما بعد كل التعب والصبر اللي احنا صبرناه ده لازم نذاكر شوية ونحل الواجبات بتاعتنا انا بكرة تدور علي ان انا اللي اروحي المدرسة ماشي يا جانا يلا تعالي نطلع نذاكر جانا احنا لازم نبقى متفوقات في دراستنا عشان نفرح معمك وتكون فخورة بينا ايوة يا هانا عندك حق يلا بقى نامي انا هصحى بدري عشان هروحي المدرسة تصبحي على خير وانت من اهل الخير ياه الصبح تلع امال بتبقى عشان هروحي المدرسة صباح الخير يا احلى ام في الدنيا صباح الخير يا جانا يا حبيبتي انا عملتلك ساندويتشين عشان ما تبقىش جعانة في المدرسة حطيهم بقى في شنطتك ويلا عشان ما تتأخريش شكرا يا ماما يلا مع السلامة صباح الخير يا بنات صباح الخير يا ميس ايه يا هانا لست جانا اختك تعبانة ما جاتش النهاردة انا جانا يا ميس انا اختي هي اللي ما جاتش النهاردة هو انتو بتبدله مع بعض ولا ايه هي تيجي يوم وانتي تيجي يوم ما ينفعش تيجونتو لتنم مع بعض اصلا اصلا يا ميس هي صحية من نوم لقيت نفسها تعبانة ما قدرتش تيجي لكن انا اللي كنت كويسة وجيت النهاردة طيب يا حبيبتي قلب سلام عليها يلا يا بنات اللي عايز يفتر يطلع الاكل بتاعه يفتر بيه دلوقتي قبل ما نبدأ الشرح عشان تبقوا مركزين معاي ايه يا جانا كلهم طلعوا الصندويتشات مدعيتهم وبياكلوا انتي ليه ما اكلتيش ما اصلا ها اصلا مش جعانة يا ميس وهاكل في البريك طيب ما تكل دلوقتي مع صحباتك لسه بدري على البريك هاتجوعي مش مشكلة يا ميس هاستنى وخلاص الحمد لله ان انا ما اكلتش الصندويتشات بتاعتي الصبح كنت هبقى جعانة قوي دلوقتي اما طلع بقى الصندويتشين بتوعي وكلهم لحد ما ارجع البيت واتغده مع ماما وهانا يا خبر يا ماما تقدي تعبانة قوي يلا يا ماما عشان نوديجي المستشفى لا يا اولاد انا مش هقدر اروح المستشفى انا هنام والصبح ان شاء الله هبقى كويسة لا يا ماما مش هتعرفت نامي وانت تعبانة كده بس سيبوني شوية يا اولاد وانا هنام وبقى كويسة يلا روح انتو كمان ناموا عشان ترتاح لا يا ماما مش هنتيبك احنا لازم نوديك المستشفى يلا تعالي معانا هنروح المستشفى ازاي بس ده احنا عشان نركب تاكس هياخد مننا فلوس كتير بقول لكم ايه سيبوني بقى انام وانا ان شاء الله الصبح هبقى كويسة طيب يا ماما بلاش نروح المستشفى انا هتصل بأي دكتور يجي هنا هو يا بنتي يعني الدكتور هيجي ببلاش ما هو هيجي بفلوس كتير اسمعوا الكلام بقى ما تتعبونيش سيبوني انام يلا تصبحوا على خير مش ممكن ننام ونسيب ماما تعبانة كده انا لازم افضل صحية جنبها لازم نجيب دكتور يشوفها واقولك انا هستلف من الجرام فلوس ونتصل بالدكتور انا روح اخبط عليهم طيب بسرعة يا هنة يا خبر ده ما فيش حد هنا خالص ما فيش حد موجود في البيت خالص انا رنت الجرس كتير بس ما حدش فتح طيب وبعدين يا هنة هنأعمل ايه يا رب يا رب اشفي ماما يا رب اشفي ماما احنا بنحبها قوي وما نقدرش نستغنى عنها يا العربية وقفت ليه مدوري بقى غريبة قوي اما انزل اشوفها يا خبر دي العربية عايزة شوية ميا الميا اللي فيها خلصت طيب وبعدين ده انا مش معايا ميا في العربية اما خبط على البيت ده ااخد منهم ازازة ميا ولا حاجة مين اللي بيرن الجرس دلوقتي ممكن يكون الجران وجايين يسألوا علينا يا رب اما افتح بسرعة ايه ده حضرتك مين وبتخبط في وقت زي ده ليه معلش يا بنات انا قاسف ان بخبط في وقت زي ده بس العربية بتاعت عطلة وكنت محتاج ازازة ميا ازازة ميا ام حاضر ثانية واحدة انا انا هاعمل حاجة انا ممكن ادي له ازازة الميا واخد منه 100 جنيه واتسل بالدكتور يجي يكشف على ماما فكرة كويسة وهو اكيد مش هيقول لا عشان عربيته عطلانة وعايز يصلح ازازة الميا اهي يا عمو متشكر يا بنتي بس الاول يا عمو حضرتك بتديني 100 جنيه ثمان ازازة الميا ازازة الميا دي ب100 جنيه ايه الاستغلال ده انت بتستغلين الظروف ان عربيته عطلانة وانا عايز امشي وبتطلبي مني المبلغ ده ازازة الميا دي في المحلات بخمسة جنيه عيب يا بنتي الاستغلال ده وما ينفعش تعملي كده بصراحة يا عمو انا مش باهمل كده فلوس نوديح المستشفى او نتصل بالدكتور يجي يكشف عليها انا طلبت من حضرتك الفلوس عشان اجيب الدكتور انا خايفة على ماما قوي اتفضل حضرتك ازازة الميا ايه مش عايزة فلوس ولا حاجة طب وليه يا بنتي ما قلتش كده من الاول انا هتصل دلوقتي بدكتور صاحبي يجيلي هنا ويكشف على ماما مجد يا عمو ربنا يخليه ايوة يا بنات وهتصل بالدكتور دلوقتي قالو ايوة يا دكتور سامح تعالي دلوقتي حالا على العنوان ده ايوة انا منتظرك هنا هي دلوقتي يا بنات هتبقى كويسة ان شاء الله هتجيبولها بس العلاج اللي في روشيتة دي وتاخدوا بانتظام وان شاء الله هتخف خالص وتبقى كويسة اتفضلوا الروشيتة هات يا دكتور حسامي الروشيتة دي انا اللي هتصر اتفضل الحمد لله يا بنات اتطمنتوا على ماما هروح دلوقتي اجيب الحاجات اللي في روشيتة دي وارجع لكم على طول خدوا يا بنات انا جبت لكم العلاج واكل كمان ولو محتاجين اي حاجة هديكم رقم تتصلوا بي لكرا يا عم بس ده كتير ولا كتير ولا حاجة وبعدين ربنا اراد ان عربيت تعطل في المكان ده عشان اقدر ساعدكم ايوة يا ماما انت الحمد لله دلوقتي احسن ايوة يا بنات الحمد لله احسن كتير طيب هنعملك بها حاجتك ليها يا ماما قولولي الاول انتو ازاي دفعتوا فلوس الدكتور حاضر يا ماما هحكيلي لما نام بقى ادور علي بكرة ان انا لروح المدرسة عارفة يا هنة كان نفسي نروح المدرسة مع بعض زي كل الناس مش انا يوم وانتي يوم بس هنعمل ايه ما عندناش غير لبس واحد وشنطة واحدة صباح الخير يا ماما صباح الخير يا هنة انا عملتلك صندوقتين ههو يا حبيبتي شكرا يا ماما يلا سلام مع السلام يا حبيبتي خير يا هنة جانا ما جاتش للنهارده اصلها تعبانا النهارده يا ميس وما ادرتش تيجي هو انت يوم تعبانا وهي تعبانا هو انتو ماينفعش تيجوا المدرسة مع بعض ابدا ام حصدنا كده بقى يا ميس طيب معلش ربنا يشفيها والف سلام عليها غريبة اول حكاية دي هنة واختها جانا لتنين كل واحدة فيهم بتيجي يوم المدرسة مش بيجوا مع بعض وما بيطلعوش اكل يفتروا مع البنات انا شكة في الموضوع وحاسة ان فيه حاجة غريبة انا هستنى اخر اليوم واروح لها البيت واشوف ايه حكايتها ماما انا خلصت مذاكرة وبصراحة زهقانا شوية ممكن اطلع اهب برا استنى هنا لما ترجع من المدرسة ماشي يا حبيبتي اطلع الله الشجرة اللي انا زرعتها كبرت اما امشي وراها بقى عشان اعرف البيت هنة ازيك يا جانا اهلا يا هنة مهجانة كويسة هي وابتلعب ليه انا بتقول عليها تعبانة اما روح اخبط عليهم واتكلم مع مامته يلا يا بنات عشان نتغد عملالنا اكل النهاردة يا ماما معلش يا حبيب زي كل يوم بطاطس وعيش مات يا ماما مش مشكلة حلوة برضو هنأكل معقول اللي انا سمعته ده دي باين عليهم ظروفهم صعبة قوي عشان كده اللي اتنين مش بيجوا مع بعض المدرسة اما خبط عليهم اه ميس غيدا اهلا يا ميس غريبة قوي هو خضرتك جيت ليه طيب مش تقوليلي تفضلي مين على الباب يا هنة دي ميس غيدا يا ماما مدرسة الفصل بتاعنا يا اهلا وسهلا قولي لها تتفضل اهلا وسهلا يا ميس اتفضلي انا جيت اتطمن على جانا ازيك يا جانا عاملة ايه انا قالتلي ان انت تعبانة وعشان كده مجتيش المدرسة النهاردة اه ايوى يا ميس انا كنت تعبانة طيب اتفضلي يا ميس غادي يا اهلا وسهلا نورتينا تحب تشرب ايه لا شكرا انا مش عايز اشرب حاجة انا كنت عايز اتكلم معاك كلمتين طيب يا بنات هروح اقودتكم دلوقتي حاضر يا مام اتفضلي يا ميس غادر فقوليلي عايزة ايه هما البنات عملوا حاجة في المدرسة لا بالعكس جانا وهنا من احسن البنات عندي في الفصل ومجتهدات طيب ايه اللي حصل انا لاحظت ان البنات مش ملتزمين بالحضور كل واحدة فيهم بتيجي يوم وده غلط هيأثر على نتيجة وكمان الاكل اللي معاهم بيبقى قليل قوي مش بيأكلوا زي صحباتهم وبعدين هانا قالتلي ان جانا كانت تعبانة ولما جيت لقيت هوقفة قدام البيت وكويسة ممكن تفهميني والله يا ميس غادر انا مش عارفة اقولك ايه انا ما كنتش عايزة حد يلاحص حاجة عن البنات وعن ظروفهم بس انا مضطرة اقولك باباهم طبعا سابنا من زمان قوي وراح تجوز واحدة تانية ولا بيبعت مصاريف ولا بيسأل علينا ولا على البنات هم كمان للأسف ما يعرفهوش اصلا وهي الظروف معانا صعبة يوم كده ويوم كده وبعدين لبس المدرسة بتاعهم اتبهد القوي فما قدرتش اشتري غير طاقم واحد وشنطة واحدة كل واحدة فيهم بتلبسوا يوم يا خبر للدرجات دي ظروفكم صعبة انا مش متخيلة ازاي قب يسيب بناته كده عايشين في الظروف دي انا تعبت ولفت على ماكن كتير اشتغل فيها بس للأسف مفيش شغل اتطرت اشتغل في سوبر ماركت بمرتب قليل وطبعا مش بيكفين اي حاجة بس مفيش قدامي غير كده يا يا مدام عيدة كل الظروف دي وشايلها لوحدك ده حمل كبير قوي طيب ما حاولتش تتقالي على باباهو سألت عليه كتير بس ما قدرتش اوصله مصاريف المدرسة بس بصراحة يا مدام عيدة انا عايزة اساعدك انا هكلم ادارة المدرسة تخفضلك المصاريف وتقدملك مساعدة لا لا يا ميس غيدة انا مش عايزة لبنات يزعلوا او يتدايقوا لان ممكن حد في المدرسة يعرف ويزعلهم كفاية اللي هم فيه طيب انا همشي بقى بعد اذنك اما ادخل اشتري لهم تقمين جداد للمدرسة وشنطتين جداد واشتري لهم اكل كتير عشان يأكلوا ويبستوا تاكس تاكس ميس غيدة حضرتك نسيتي حاجة عندنا ولا ايه لا انا منسيتش حاجة انا جبتلكم شوية حاجات حلوة تعالوا يلا ما افرقكم اتفضلي انا جبت للبنات تقمين للمدرسة وشنطتين حلوين قوي وجبتلكم حاجات كتير بتحبوها شوكولاتة وبنبون واكل ليه بس كده يا ميس غيدة دي حاجات كتير قوي ولا كتير ولا حاجة يا ريت بقى اشوفهم الاتنين مع بعض في المدرسة كتير خيرك يا ميس والله انا مش عارف اقولك ايه انا مش عارف اشكرك ازاي على اللي انت عملتي ده ربنا يكرمك يا ريت كل الناس زيك كده خليك متفقلة دايما وربنا هيعوضكم خير يلا نهامش انا بقى خدوا بقى الحاجات دي وعايزاكم بكرة تنوروا الفصل عاضر يا ميس انا لازم احاول اوصل لباباهم واتكلم معاه جايز يصعبوا عليه مش معقول حد يسيب بنات زي الامر كده الله يا بنات انتوا قايمين لبس جديد وشونة جديدة ايه الشونة الحلوة دي شكرا يا مريم ايه ده هنة وجانا مع بعض وانا اقول الفصل منور لي كده شكرا يا ميس غادة حضرتك اللي منور المدرسة كلها بس انتوا كده بقى توقم انا هتلغبطنا بينكم لا يا ميس مش هتلغبطي ولا خاجة حضرتك مش ملغضة ان احنا غيرنا التسريحة عشان مخدش تلغبط بنا خلاص خلاص هعرفكم من تسريحة شعرككم انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير اتفضلي يا أستاذة حضرتك مين انا ميس غادة مدرسة عند بناتك في الفصل بناتي ياه انا فعلا نسيت ان انا عندي بنات ازاي حضرتك تنسى ان عندك بنات رغم كل الفلوس دي ما بتسألش عليهم وسايبهم في الظروف اللي هم فيها مافتكرتهم شوالا يوم وسعبوا عليك جعنين ولا بردنين ولا محتاجين ايه ولا ايه انا انا ازاي نسيتهم الدنيا اخدتني بقى لتناشر سنة معرفش عنهم حاجة طبعا حضرتك تجوزت ونسيتهم خالص واكيد مرات حضرتك الجديدة قالت لك تبعد عن بناتك وتنساهم وما تسألش فيهم وما تبعت لهمش اي فلوس لا انا تجوزت وطلقت على طول وسافرت برا عشان اعمل سرو ويبقى عندي الشركة اللي انت شايفاها دي طيب كويس يعني حضرتك دلوقتي مش متجوز المفروض بقى تروح لبناتك تسأل عليهم وتتطمن عليهم وتاخدهم يعيشوا معاك ايوه ايوه عندك حق بو احنا ليه ما نعرفش حاجة عن بابا خالص ليه مش بتقول لنا حاجة عنه هو عايش ولا مات يا ماما ممكن بقى يا ماما تقول لنا الحقيقة ماشي يا بنات انا هقول لكم الحقيقة باباكم مشي بعد ما ولدتكم بكم شهر راح يتجوز واحدة تاني وحاولت توصله باي طريقة واتكلم معاه معرفتش هوصله طبعا ولا كان بيسأل عليكم يا معقول ما يسألش علينا واحنا بناتو انا كنت متأكدة ان هو اللي سبنا ومش بيسأل علينا عشان ما كنتش بتحكيلنا حاجة عنه يا ماما ولا خدت واردنا اي صورة خلاص يا بنات اهونتو عرفتوا الحقيقة ارتحتوا كده خلاص احنا قفتين يا ماما ايه ده مين اللي بيرين الجرس انا هفتح اشوف مين عدرتك مين انا مين يا جانا ده واحد غريب يا ماما ما عرفوش يا ترى هيكون مين ايه ده عادل ايوه يا عيدة دول بناتي بناتك ايه اللي فكرك بينا بعد السنين دي كلها ما تقولش عليهم بناتك بعد ما سبتهم اوه ده بابا يا ماما ايوه انا ابوكم يا حبيبي وحشتوني اوه تعالوا في حضن سلموا علي لا انت مش بابانا انا منعرفش عنك حاجة ما تقوليش كده يا حبيبتي انا فعلا ندمان وحزين على اللي انا عملته انا طلقت مراتي من زمان وسافرت برا وعملت فلوس كتير وبنيت شركة كبيرة انا رجعت عشان عوضكم عن السنين اللي راحي هجيب لكم بيت كبير وديكم الفلوس اللي انتوا عايزينها ارجوكم سامحوني يعني يا بابا مش هتسيبنا تاني خلاص لا مش ممكن اسيبكم انا اخدكم تعيشوا معايا في الفلا بتاعتي ارجوك تسمحيني يا عيدة انا مش ممكن اسامحك ابدا بناتك هم اقعد اتكلم معهم شوية عشان هم موحشينك ويا ريت بعد كده تاخد نفسك وتمشي بعد اذنك انا عايزكم تقنقوها يا بنات وتتكلموا معاها انا هعوضكم عن كل حاجة يا بابا اللي حجرتك عملتو مش سهل ابدا انا مش ممكن ارجع بس لا هو حسب غلطه وبعدين انا لو مرجعتش يبقى كده بحرم بناتي من حياة كويسة وعيشة كويسة احسن من اللي هم عايشانها انا لازم اسامحوا عشان بناتي احنا عناتلع نتكلم معايا يا بابا ونحاول نقنعها بعد اذنك ارجوك يا ماما لو بتحبينا وفي ياريت يا ماما بابا هيعوضنا عن السنين اللي فاتت ارجوك يا ماما عايزين نعيش معاكم انتو الاتنين خلط يا بنات انا هسامحوا عشانكم يلا اركبوا عشان نروح الفيلا بتاعتنا العربية دي حلوة قوي يا بابا ايوة يا بابا دي عربية حلوة قوي ممكن تعلمنا استواقة عليها حاضر هعلمكم استواقة اشتركوا في القناة